الآن دور لسعادة البروفيسور إبراهيم القندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معالي رئيس المؤتمر معالي رئيس الجلسة معالي المدير العام معالي السادة الوزراء إخوة الأخوات وأساء الوفود الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لحسن الحظ أنني لم أعد مداخلة مكتوبة ولكن أرجو أن يكون حديثي دبلوماسية وإن لم يكن كذلك فاعذروني فأنا عامل وربما يكون حديثي مثل خلع الدرس بلا تخدير فاعذروني فبالمهنة أنا طبيب أسنان أيضا وبالتالي سأحاول أن أضع النقاط على الحروف من رؤية عمالية بحتة ولكني أقول بأن ما جرى في بعض دولنا العربية يمثل تاريخا مفصليا ومرحلة تاريخية سيشار إليها عبر القرون القادمة وهو تحولات كبرى نسأل الله أن تجني أمتنا خيرها الأمر الثاني أن هذه التحولات تأتي في وقت وقد خرجت دولنا والعالم من أزمة اقتصادية لم تتعافى منها بعد الأمر الثالث أنه لا يوجد معيار واحد نستطيع أن نقيس به انعكاس هذه التغيرات على التشغيل في دولنا بصورة متساوية فالبعض خاسر والبعض رابح النقطة الرابعة الدول التي شهدت وتشهد هذه التحولات باستثناء الجماهيرية اقتصادها يعتمد في الأساس على الخدمات والسياحة وكل هذه القطاعات مرتبطة بالأمن والاستقرار وبالتالي انعكاس ذلك سيؤثر على اقتصادات هذه الدول وهذا التأثير سيؤدي إلى فقدان كثير من الوظائف وقد سألت في الفندق الذي أقيم فيه بعض العاملين قالوا لي أن هذا المؤتمر جاء خيرا وبركة عرينا وإلا كان قد فقد بعضنا وظائفه كما فقد البعض قبل ذلك ويكفي أن خبرا صغيرا أن مصر قد فقدت خلال الأربعة شهر الماضية سبعين مليار دولار النقطة الخامسة هو أن غالب هذه الدول التي اجتشهدت تحولات وباستثناء الجماهيرية أيضا هي دول مصدرة للعمالة وبالتالي انعكاسات ما حدث في الجماهيرية على هذه الدول خاصة مصر وتونس وهما جارتين للجماهيرية فيه فاقد كبير للوظائف ستضيف الأعباء التي تحدث في هذه البلدان مضافا إليه أعباء كثيرة تحملتها هاتين الدولتين من خلال عدد من اللاجئين وهو عدد كبير جدا تدفع ثمنه دون سنة دولي واضح كل هذه الأمور انعكاساتها الاقتصادية السالبة وبالتالي انعقاساتها على التشغيل أكبر ولا ننكر بأن التغيير جاء وهو يطالب بالحرية والديمقراطية والحكم الراشد ولكن قضايا التشغيل والبطالة لم تكن بعيدة عن ذلك فقد كان من حسن الظروف أن كنت في يوم الخامس والعشرين من يناير هنا ورأيت الشباب الذي خرج أغلبه شباب يبحث عن وظائف في وقت فتح فيه التعليم وأغلقت فيه الوظائف بسبب تنقل الأيد العاملة القضية الأخرى هو المطالب الفئوية وهنا سأتحدث عن كنقابي كلنا نعلم أن هناك فجوة كبيرة جدا بين الأجور في الوطن العربي وبين تكلفة المعيشة مع ازدياد تكلفة المعيشة خلال السنوات الماضية كثير من بلداننا لا يصل فيها الأجر إلى أكثر من عشرة إلى خمسة عشر في المائة من تكلفة المعيشة وبالتالي مع انفتاح الحرية ستزداد المطالب الفئوية بل لا أبالغ إن قلت أنه سيكون فيها كثير من المزايدات وقد شهدت بعض بلداننا ونحن هنا في مصر العزيزة انفتاحا على التعددية النقابية هذا الأمر سيضيف أعباء كثيرة سيجد صاحب العمل أنه يتحاور مع ست إلى تماني نقابات في اليوم الواحد حينها ستكون المطالب خصما على استقرار العمل هذه إشارة فقط أريد أن أقولها بأن التعددية النقابية التي يتحدث عنها البعض في العالم ستكون وبالا علينا إذا لم نراعي هذا الأمر وقد شهدت في بعض بلداننا الأفريقية أكثر من مئة اتحاد بعضها كان مبني فقط على القبيلة والبعض الآخر على الحزب وبانفتاح الأحزاب مع الانفتاح السياسي سنتجد أن لكل حزب اتحاد حينها تتحمل الحكومات وأصحاب العمل هذه المطالب الأمر الآخر أن هناك قضايا كبرى علينا أن نلاحظها هذه القضايا لن يكون لها حل وأقصد بالذات قضايا المطالب الفئوية والعمالية إلا إذا كان هناك عقد اجتماعي عقد اجتماعي بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل هذا العقد الاجتماعي يجب أن يأخذ في الحزبان حد أدنى للأجور يكفي بمتطلبات المعيشة وإن لم يتم التواصل إليه فورا ولكنه يمكن أن يتفق عليه برنامج معلوم يكون فيه العمال شركاء في الغنم والغرم وهذا مبدأ إسلامي معروف كانت هناك أرباح فالعمال شركاء كانت هناك تنمية اقتصادية وزيادة في الناتج القومي فالعمال شركاء وقد تفضل الآخر إيسا الجلسة وأشار بأن هناك معايير تنموية أشارت إليها الصناديق الدولية في الاقتصاد القومي ولكن لم تنعكز على قضية البطالة وتكلفة المعيشة من هو المستفيد بالتالي يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي يتفق عليه يضع في الحزبان ما يمكن أن يجنيه العامل في المؤسسة أو في المرفق أو في القطاع العام من خلال التنمية الاقتصادية هذا العقد الاجتماعي يتحمل حينها العامل إذا كانت هناك خسارة يتحمل تجميد راتبه أو حتى إنقاصه لأن القضية قضية شراكة الأمر الآخر وأنا هنا سأختم هو علينا أن نضع في الحزبان قضية العمل اللائق وليس العمل المؤقت وليس العمل الذي لا يشمل تعطية اجتماعية ولا ضمان اجتماعي وهذا أمر يمكن أن يتم الاتفاق عليه الأمر الثالث علينا أن نفعل قضية تنقل الأيد العامل بين بلداننا العربية الثورات العربية لا تحدها حدود ولا توقفها حدود إذا انفتحت فيمكن أن تنساب إلى الكل وبالتالي قضية الشراكة في قضية الاقتصاد العربي قضية مهمة جدا وهذا يتطلب اتفاق كامل بين الدول المرسلة للعمالة والدول المستقبلة تكون الأولوية فيها للأيد العامل العربية أختم بأهمية العناية بالقطاع غير المنظم لأن هذا القطاع هو القطاع الغالي في اقتصادنا نحتاج إلى تنظيمه نحتاج إلى تمويله نحتاج إلى تسويق منتجاته نحتاج إلى حماية العاملين فيه أنا بحكم الزمن المتاح أشكر منظمة العمل العربية ومديرها العامة لهذه الفرصة وأشكركم سيد الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر